نختم الجملة من سودان تريبيون ومنها نقرأ الحكومة مخزون البلاد من اليازولين يكفي لتسعة وعشرين يوماً قالت الحكومة أمس الاثنين إن مخزون البلاد من اليازولين يكفي لتسعة وعشرين يوماً فقط مقابل اثنى عشر يوماً للبنزين وطمأنت المواطنين باستقرار تيار الكهربائي في شهر رمضان واستبعدت وجود قطعات مبرمجة باستثناء العطار الطارئة واطمأن القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء لدى اجتماعه صباحاً الاثنين برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم على موقف الامداد الكهربائي خلال الفترة القادمة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وفي الأثناء أكد عبد العزيز علي محمد خير ممثل المؤسسة السودانية للنفط أن موقف الامدادات النفطية مطمئن رغم توقف مصفات الخرطوم عن العمل متوقع عن استناف العمل فيها خلال أسبوع وأشار إلى أن مخزون البلاد من اليازولين يكفي لمدة 29 يوماً والبنزين نحو 12 يوماً كاشفاً عن استيراد خمس بواخر للغاز في الفترة القادمة كما أكد تأمين وقود الكهرباء بما يسهم في استقرار الامداد الكهربائي أستاذ عبد الرحمن الوقود هو محرر بالكامل والدولار أيضاً هو محرر بالكامل لماذا هناك أزمة إذن في وجود الاحتياطي؟ لأن الأصل هناك مشكلة في العملات الصعبة التي تم الاستيراد بها لكن أكثر ما أضحكني هذا الحديث عن أن الموقف مطمئن بالكامل وأن الجزينك في 29 يوماً والبنزينك في الإطماشر عليك بالله يعني احتياطي 29 يوماً وإطماشر يوماً هل يمكن الحديث مع أنه وضع مطمئن؟ أنا أريد هذا المسؤول ما هو مغياسه للطمأنينة؟ هذا مغياسه مختل؟ يعني تحدث أيضاً أن هناك لن تكون هناك قطوعات للكهرباء يعني أنا بحسب ما نتحدث الآن من تفسير يعني من أين له بهذه الطمأنينة وإحتياطي الجازلين كما ذكر أو ذكر الخبر أيضاً 29 يوماً ولمنزين 12 يوماً طبعاً قال هو ليس هناك من قطوعات للكهرباء في فترة رمضان اللهم قال إلا من أعطال الطارئة طبعاً أعطال الطارئة هذه ترك الباب مواربة هذه ذكرتني مرة كنت في العراضي وأحد المواطنين كان يراجع في كل مرة موظف العراضي وملفه مفقود راجع مرة ومرتين وسلاسة وأربعة وأخر الأمر يعني تضايق بشدة فقام موظف العراضي قال له والله يا أخي إن تتجي الإسبوع الجاي إن شاء الله ملفك دا تلقاوه إلا أن يحاطبه طبعاً إلا أن يحاطبه ويذكرتني ويحطب سمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفقه فيها فالآن هو موضوع قليلاً لأعطال الطارئة هذه طبعاً كل شيء يمكن أن يكون شنو؟ طارئاً طارئاً ممكن أن يكون عطلاً أيضا هل نحن مقبلون على أزمة عدم للمشتقات البترولية؟ تعرف في السودان دا يا مصطفى أنا أقول لك شيء يعني في السودان دا فيه أشياء لا تكاد تعقل ولا تصدق يعني زادوا الكهرباء قالوا عشان المواطن يساهم قال الحكومة بتساهم بـ 69% ودارينا المواطن ساهم بـ 31% وقالوا عشان فاتورة دي عشان يحافظوا على استقرار شنو؟ التيارة الكهربائية فقابلنا الـ 31% طبقت علينا وزيدت سعار كهرباء بزيادات الموبالكة وبعد كده كهرباء ما فيه قال لي هو لما كهرباء تكون ما فيه يعني حكومة الزيادات دي ما حد تستفيد منها لأنه أصلاً أنا ما حمشي أشتري كهرباء هي ما موجودة وما حستحلك الموجودة لأنه أصلاً أن التيارة غير متوفر عشان أنا أستحلكه دي المشكلة الآن كل مرة بيزيدوا في الوقود وهو ده الاحتياطي يعني حتكون قصة رهيبة شديدة آجة وفي نفس الوقت بكل انتدأوينا فلم يشفي مع بينا حتى تضخم ذاته لا يساعد الناس في مسألة أنه يعني أصبح ليس من السهل أن يقوم الشخص بتعبئة سيارته يعني طبعاً اليوم أنا يعني بديت ألاحظ يعني الطلم باتك اللي بحطة الكهرباء بحطة الخدمة تزويد بالوقود باتت خاوية على عروشها يعني المرء لا يخشاها إلا مضطراً